كم أحد جاهز لك المتراب اليوم؟ ارفع كتابك المقدس دعنا نقول مع بعض جاهزين؟ هذا هو كتابي المقدس أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي لا يوجد فيها تشويش أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي سمار 30, 60 و 100 سوف أتغير بنعمة يسوع سوف أتغير وكل تأكيد وحقق كل مقاصد الله في حياتي تعال يا رب اليوم غيرني بالحق غير قلبي يا رب ساعدني من أجل احكي كلمتك اليوم يا قدوس اليوم تعال انت حط إيدك على كل شاب وعلى كل صبي على كل أخ وإخرة على كل عائلة موجودة في هذه القاعة تعال ان تلمسهم افتح أذهاننا قلوبنا لكي نفهم الكتب وقوة الله تعامل مع كل ضعف فينا سيدي تحول اليوم في قلوبنا يا رب كلامك إلى حياة حولها إلى حياة يا قدوس وأصلي اليوم أنك تغطي هذا المكان بالدم وتحوطه بالملائكة أنك انت يا رب ما تسمح لا ولا أحد يخرج اليوم كما دخل لكن يخرج وهو يا رب ممتلئ بالرؤى والأحلام وبأن يعيش حياة خادم وكارز للمسيح تعال انت يا رب تمجد في هذا المكان وحدك انت زيد ونحنا ننقص انت ترتفع ونحن ننخفض ليس لنا فقط ليسوع نعطي كل المجد كل شعب الله يقول أمين رح معي الأنجيل يوحنى لأنه سأبدأ شونيك إنما وين سيحدث بالوقت الذي عندي لا أعرف لكن فيه خلال سنة الكيرازة لأنه إن شاء الله بهذه السنة سنحكي أشياء كثيرة سيكون طبعاً نخلص بعد أن نخلص سنة الكيرازة سنة الأحلام وسنة الرؤى سأبدأ جزء الثاني من الوصايا العشرة وعندما أبدأ جزء الثاني من الوصايا العشرة سيكون هناك أشياء الرابعة يعملها في حياتنا هنا أيضاً وهي كيف تحب قريبك كما تحب نفسك لأنه قلت لك الجزء الأوليني من الوصايا العشرة بالحقيقة يسوع قال كل الوصايا وكل الأنبياء وكل الكتب طبعاً العهد القديم تتلخص بهذه الوصيطين أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل عقلك ومن كل قوتك قال وأحب قريبك كما تحب نفسك بهذا فيك تلخص كل شيء بمعنى من المعاني لك الحياة المسيحية شي سهلة حب الله وحب الناس أحب الله وحب الناس أحبه وبمعنى من المعاني الراب عندما أحب الوصايا العشرة أعطى أول خمس وصايا يقول لك كيف بدك تحب الله لأن هناك الكثير من أشخاص يقول لك أنا أحب الله على طريقتي لأنه أسمح لي لأنه يجعلني كل uno يحب الله على طريقتي عمله معروف لا يزعجوني يجعلني أحبه على طريقتي وإجاب الراب يقول لك لا طريقتك لا تنفع يجعلك تحب الله يحبه على طريقته له كيف هو يفهم المحبة؟ لأنه تعرف شيء مهم أنه أنا ويك نفهم لغة المحبة لكل إنسان مزوج على فكرة، إنسان يفكر يتزوج يريد أن تقرأ اللغات المحبة الخامسة هناك كتاب اسمه لغة المحبة الخامسة لأنك تفتكر أنك تحبها لكنها لا تفهم محبتك لأنه ليست هذه اللغة التي يتحدثها تعرف مثلاً أنا بالنسبة لغة المحبة هي لغة جسدية بالنسبة للي إذا أنت تحبني تقلني، تغمرني، تبوسني لأنني هكذا مدرب، هذه هي اللغة تبعيتها لكن هناك لغة المحبة هي لغة المحبة لأنه يفعل لك شيء منيح أنا أعود أفعل لي مليون سنة شيء منيح بالنسبة للي ما تحبني لأنه ليست هذه اللغة التي أفهمها وبنفس الوقت يا أحبة أجل راب قال لك أنا سأقل لك ما هي اللغة التي أفهمها ما هي معناتها أنت تحبني؟ أنك تحبني هي أنك تؤدي سيوم الرب أنك تحبني هي معناتها أنك لا تحلف بإسمي بالباطل أنك تحبني بمعنى آخر تحمل إسمي وتعرف حكيت عن هذه الأساس لن أرجع عيدهم لكن أنك لا تصنع لك تمثال ولا صورة ولا أي شخص إلى آخرين، أنك تحبني هي أنك تكرم بيك وإمك تعال تخيل أنك تحب الرب أنك تحب أهلك لما تحب الرب أنك تحب أهلك وأنك تحبني قال كل هذه الأساس لك يقول لك كيف أنا أفهم المحبة؟ وبعدين قال لك خمس أساس بقيين لك كيف معناتها تحب قريبك؟ تحب قريبك؟ لا تزني لا تسرق، لا تشتهي شيء من عنده هذا هو معناتها تحب وليس أنه حبيب قلبي عيوني أنت خليلي إياك كل هذه الأساس ناح لكن ليس معناتها أنك تحب أحداً وفي حديثنا طبعاً سأتحدث عن كمل الوصايا العشرة ليس هلأ سأتحدث عن كملها وبعدين ننتقل لأتحدث عن وعزة يسوع عن الجبل لكن في هذه الأوقات الله يريد أن يوعينا للسلوك المسيحي الحقيقي الشيء الذي يفرق في وفيك بسلوكنا المسيحي الحقيقي هو بالحقيقة أن نعيش حياة السمار أن الشجرة التي لا تعطي سمر تقطع أو الغصن الذي لا يعطي سمر يقطع سأتحدث مع بعض من جديد في إنجيل يوحنا للساح 15 إنجيل يوحنا للساح 15 إنجيل يوحنا للساح 15 لأن أريد أن أشرح قليلاً عن هذا الموضوع لأنه بالنسبة له كانت تفهموا بطريقة ما إلى أن قرأت وتماعنت بعض الأوقات بعض الأحيان عن بعض فيما يخص هذا الموضوع وفهمت قصص كثيرة إلى دخلي بهذا الموضوع ونحن نتحدث عنه اليوم بسرعة وماذا قال الكتاب؟ قال من جديد للساح 15 في إنجيل يوحنا أنا الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام ونهار الجمعة تخبرك أن كلمة كرام يعني جورج يعني يورغوس للأشخاص الذين اسموا جورج يعني الكرام وقال أنا هو الكرام وماذا قال كل غصن فيها لا ينتج سمراً يقطعه وبدأ أن تخطي كلمة فيها كل غصن فيها لا ينتج سمراً يقطعه أنت ملاحظ بأن المشكلة ليس بالمسيح المشكلة بأن هذا الغصن لا يأخذ غزاءه الكافي من الكرمة ومشان هكذا في شيء ما في عطل ما بهذا الغصن الذي لا يجعله ينتج سمر ويقول الكتاب المقدس قال لما أنت لا تنتج سمراً كل غصن فيها لا ينتج سمراً يقطعه قال لكن كل غصن ينتج سمراً ينقيه لينتج مزيد من السمر أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي خطبتكم بها لاحظ مع هذه الكلمات قال لكي ينتج مزيد من السمر إذا تلاحظ في هذه الآيات التركيز ليس على الكرمة إذا ترى كم حرف أو كم كلمة كتبت بأول آياتين من إنجيل يوحنا إلى صح 15 ترى تكرار كلمة بالحقيقة سمر تكرار كلمة سمر إذن في هذه الآيات بالحقيقة واضح جداً عشو الله بدونا نركز على الإسمار لأن الشيء المدهش بحياة كل مؤمن هو الإسمار وتعرف من جديد لأن كلمة نوعظ وكلمة نروح وكلمة نحكينا أصص نرجع لأساس كل الأمثلة التي يسوع قد قال بالحقيقة النهار الذي تفهم هذا المثل ستفهم كل الأمثلة في الكتاب المقدس يسوع الخرج الزارع ومن جديد دائما أقرأ هذه الكلمات تذكر عندما كنا صغر الزارع خرج لكي يزرع زارعا وأضع لك أربع فتحات على بعضهم يقول لك زارعا أكلات تذكر أنه صغار؟ كم أحد تذكر عندما كنت بعدك دوزيام وخرج الزارع لكي يزرع وبقول كتاب المقدس أجل بعض البزار على الطريق وأجل بعض البزار على أرض صخرية أجل بعض البزار على أرض شوكية أهللويا وأجل بعض البزار على أرض طيبة نشيك؟ ويقول بالآخر الذين أجلوا على أرض طيبة هم الذين أعطوا صمر وتعرف المدهش بالنسبة له هون 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 هل جاهزين تتشوشوا؟ سمعني سمعني منيك فتحيونك السؤال هو التالي إذا نظر على مراحل نمو البزار بغض النظر على أين جاءوا تجدون أن هناك بزار لا ينمو أصلاً ولا قليلاً لهم الذين جاءوا على الطريق يعني هناك ناس بالحقيقة لا أفرقني معهم يعني تكب شيء حيط لا أعرف حيط لا أفرق معهم لأنني بالنسبة له لا يعني أي شيء يدخلي بكلمة الله وليس أنا اللي أقول يسوع يسوع الزارع هو الله وهذا يقول لي ويقول لك بأن الله يعمل مزارع لا يعمل شيء آخر وكل مرة الله يريد أن يفعل شيء في هذا العالم الله يبعث كلمة نحن كنا نتمنى أنه يبعث له شيء ملك أنا بحتاج شفاء يقول لك بعدما يبعث كلمة الرب يبعث ملك لكن الرب يقول لا أنا مزارع أنا بزرع كلمتي النهار اللي الله أراد حتى أنه يعمل عمل غير عادي في البشرية أنه يجي يسوع المسيح وهو ابن الله الحي صورة الله الذي لا يرى به حلم الإلهوت هو الأقنوم الثاني من الثلوث وعندما نقول الثاني ليس معناتها الترتوبية ونحكي العددية وهذا الإله الذي تجسد من مريم العذراء إذا الله أراد أنه يجيبه على الأرض ما يجيبه من خلال بأنه عمل كوني فكانت نزل فجأة تعرف مثل ترميناتر يعني نزل نزل جاي من غير الكوكب وقام أنا يسوع جماعة الزرع كلمة بمريم اللهم زرع ومريم كان كل شيء مطلوب منه أنه تستعبل هذه الكلمة هل تسمعني؟ ومشنك إذا الله أراد أن يصنع أي شيء في العاد القديم كان يبعد كلمته للأنبياء حتى لي يحكوها لكن لاحظ مريم الله ما أعطها كلمة حتى لي تحكيها يعني بكل الكتاب المقدس مذكوري خمس مرات لأنه شغلتها ما كانت أنه توعز حتى لاحظوا بيوم الخمسين كانت مريم موجودة امتلات بروح قدس لكن ليس هي اللي وقفت حكيت مين وقفت حكيت؟ بطرس لكن بالحقيقة هي ما كانت شغلتها أنه تحكي كلمة الله شغلتها أنه تحبل بكلمة الله وأن تنمى هذه الكلمة في أحشائها والكلمة صار جسداً معي؟ ومشيناك لاحظ معي كل شيء الله يريد أن يعمله الأرسل كلامه لا أفهم، الله مزارع قول معي، الله مزارع لاحظ معي السؤال الذي أريد أن أشاهدك بأنه بمراحل الكلمة التي سأطت على الطريقة في رسول الأشخاص لا يستعبلوا أساساً مسكرين أساساً لا يريدهم أساساً تحكي معهم هو يحكيك أنه يشوفك بعدين أو أنه برافو وقال لك أثير من أمتالك ولكن حمل الحال وطلع فتت من هنا وطلعت من هنا أصلاً لا يريدهم ومشيناك أقول لك لا تضيع وقتك كثير مع هكذا أشخاص لأنه يتعبوك على الفاضي لأنه في الحياة قلت أعرفني كانوا يتضحكوا علي كانوا يمسخروني كانوا حتى يحكوا علينا أساس ويقولوا ماذا تعرف كل واحد يصبح مؤمن ويبدأوا عليه أساس صهاينة نعم جبوه لا أعرف كل واحد في العالم العربي ليس عزاو قال يا الله أمبريالي صهاينة أعرفني هؤلاء صهاينة والمنظمات ما ما هو؟ مرة شكت بحالة رحتي يا راب أنا منظمة؟ بل يكون هناك شيء لا نعرف خبره هؤلاء ماذا لا أعرف ما لكن بعد فترة أردت أن هذا شخص قطع بظروف صعبة هو ذات وذلك شخص يحب الرب ما حدث؟ يقف في الشهد أنا كنت مصخر كنت أعمل كنت أتهمهم هؤلاء يقبضوا هؤلاء ما لا أعرف ماذا هؤلاء صار رب بحياته لماذا؟ عجن والرب لماذا يقطع بأسس كثيرة ليستقبل لا تنطر أنت هؤلاء طوبة لك إذا كان لديك قلب طري جاهز أن يستقبل خلمة الله طوبة لك الذي لا يعيش بفلسفة وغرور وكبريا وعامل حالك يقول رب أنا ولا شيء قدامك لا أحد شيء قدام الله هل أبو الماء أمين اليوم حليلويا وعندما هؤلاء الأشخاص يأتي وقتهم لا يكون وقتهم لكن هناك أشخاص يحايرون هؤلاء الأشخاص الذين زرعون على الصخر وعندما نحن بالنسبة هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص إلى حين والسؤال الثالث هل بالنسبة لكثير من الناس هؤلاء الأشخاص مؤمنين لأنهم لفترة محددة كانوا موجودين ولفترة محددة كانوا تماما أنا أسميهم مؤمنين فرقاعة هؤلاء مؤمن فرقاعة يقول لك مؤمن فرقاعة هل تعرفون هذه الفرقاعة التي تطير بلعب صاروخ يصل إلى محل ويقع ويقع هل تعرفون هناك مؤمنين يطيرون وعادة الذين يطلعون على الصخر لا يتلحق لهم في جمعة يمثلون ويقعون 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 بعد جمعة لا تشاهدون جمعة يا لطيف نحن يحدث كل الأسس بعد جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة 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 ستقص سمعني يا أحبة التركيز في مثل الزارع إذا تلاحظ هو ليس عندما نميت لكن عندما أسمرت نحن عيوننا على المكان الغلط تلاحظوا يسوع جلعان التينة كنت دائما نقول ما قصت يسوع والتينة يا بكرة ما هي التينة؟ لعنة التينة قطيبة مربط تينة أنت؟ أعطون شوية سمسوم و و و و مربط تينة مربط تينة مربط تينة تقبلوني العرب العرب الأمريكان العرب وأنا أذهب جاي معه جاي لعندي ومعه سلة التين ما قصت التين؟ صار عندي صندوق التين بالقوضة صندوق التين ماين ما يأتي لعندي واحد يكرمني جاي معه تين وجاي ما قصت طلع بكل أمريكا ما في تين بوقتها كان تين كل واحد يأتي إلى البنان يهرب يهرب تين ليزرع شجر التين بكل بيت هناك لبنانة في شجر التين لأن التين شغلي كثير كبير مهمة كثير يا سواء لعن التين يقول كل مرة أكل تين ضميري على الزبنة بل كيف لعنة على التين لكن التين ليس مشكلة التين يرمز إلى قلة الإسمار شجر التين قالوا إقتربة منها لقيها مورقة لكن لا يوجد سمر الله يطلع الكثير من الأشخاص لربما مخادعين يبدو من الخيرج أخضر ولذيذ ومفرح لكن الرب يؤطف ويأكل من سمرك لا تسمعونه غير موضوع الله يطلع من سمرك بالنسبة للرب كل النقطة هي السمر طبعاً شجرة التين أيضاً ترمز للخداع ليس فقط لأنه لديه سمر لأنه بالحقيقة يجب أن تتذكر هذا محوى أول كيلو تتلبس هو تين سينية كانت وقتها التين لا يسترك خداع أنا وياك نعتقد بأنه برزاتي بأنه أنا تمام أنا أصلي الراب لا يطلع لكي تصلي سمعني أنتم هنا يا أحبة لأنه بعد الأحد القادم إن شاء الله الجمعة القادمة سأتحدث عن خرافات ناس تقول أن تصلي لكن ليس هي التي يدورها تقول أن تقعد مع الراب لكن ليس هي التي يدورها تقول لك ما هي الخرافات في الحياة المسيحية خرافات واحدة من الخرافات أنه يعتقد أن تقعد مع الراب يجب أن تكون ستة الصبح خمسة الصبح أنا جربتها كذا مرة بلغة أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن تقعد إلا خمسة الصبح أعرف أن تسمع الوعاظ أمتى الساعة خمسة الصبح كان يقعد الساعة الثلاثة كان يعذبني ضميري رحت أنا مرة إلى لندن كذا مرة رحت زرة زرة جون واسلي رجل الله العظيم يطلع على الأحصان ناس توقع يوعظ بالمنتزهات الرب عمل معه من خلاله نهضة أسس الكنيسة البرسبيترية بالعالم الكنيسة الماثودس عفوا والله استخدم وكان يوعى كل يوم يصلي من الساعة الثلاثة السباح للساعة السباح وجعني ضميري رحت هناك سرع يحكي كيف كان هنا يصلي يقعد من الثلاثة للساعة السباح رحت على الوتان وقالت يا أخي ما هذا الشغل الذي يريد أن أرى أنا أخي أريد أن أصلي ثم رحت هم قالوا لك يوعى ثلاثة السباح ينام للساعة السباح يقعد يصلي لكنني لم يقالوا لك أنه ينام ساعة ستة بالليل أكيد الوحد ينام ساعة ستة يوعى ثلاثة أصلا ماذا ينامه تسع ساعات بالزيادة أعتقد أم لا ماذا ينام ساعة ستة ماذا يريد أن يقعد ساعة ثلاثة وهو تسع ساعات ماذا ينام مائم لكن إذا أنت ينام الساعة ثلاثة أساسا ماذا يريد أن يقعد الخرافات نحن نحكي لأنك تقعد مع الرب ليس معناته أي ساعة طبعا سأخبرك إن شاء الله عنه عن جهة حياة مسيحية حقيقية ليس قصة نحن نشوفها يقول صعبة ليس صعبة نهار لأنه بيك نقرر أن نعيش أحد أبو الماء أمين يا أحبا أمين وبتعرف لكن النقطة الله عم يدور على إسمار تين بيرمز للبر الزاتي لا يسترك دم يسوع يسترك تين بيرمز لقلة الإسمار شجرة التين تين بيرمز لقلة الإسمار لاحظ قال هؤلاء الذين طلعوا بين الأشواك قال نمو لكن أجل الأشواك وخناقتهم لم يسمروا أيضا الفرق بين كل الذي نزرع بين الشوك أو على الصخرة أو على الأرض أو بالأرض الطيبة هي بالآخر قال وأسمروا ثلاثين ستين ومع كل غصن فيها لا ينتج سمرا لا مهم أمين فيه ورق ثلاثين عادت درست عن الموضوع قال الذي ينتج سمر ينقيه لكي ينتج مزيد من السمر إذن الرب ليس فقط يرضى بأنك أنت تسمر الله أريدك كذلك تلمزة كذلك 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 تحك على المؤمنين كذلك أن الرب يغير بشخصيتك يغير بعاداتك يغير بتصرفاتك يغير بأفكارك يغير بقلبك يغير بكيف تفكر كيف تسلك إلى آخره لأن هذه هي التلمزة التلمزة ليس أن يغير بعقيدتك العقيدة إماننا فيها ونحن سالكين فيها إنما التلمزة هي أن يتغير أنا كإنسان كيف أتعاطى مع الإنسان صح؟ كذلك أنا وإنك عندما نتغير هي من أجل أن نشوه أنت السمران أكثر قال ينقيه كان هناك عريشة الدين بيت جدي بعدها لا الآن كان هناك عريشة كان جدي قد يعد يشحلها نخرج نرى بالصاف يا معلم نجدها هنا نقعد تحتها نقعد مشاوية تحت العريشة ونجدها لعنقيد نازلة ونقطف وتركب الكركب قصص حلوة تعلم؟ لكن عندما تقطع هذا الموسم ونأكل منه هلأ هناك موسم جديد جاي يبدأ ب كثير حلو كان موسمك سنتك الماضي كانت رائعة الرب أقامك استخدمك أسمرت برافو هناك موسم جديد يبدأ بينه تاعة لنرى الأشياء الرائعة التي عملتها برافو الأشياء التي ليست كثير منيحة ويأتي مقص ويبدأ كيف يشحل فينا؟ اي 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 أنا أشعر برنار يقص له الحلاقة شعراته لبرنار من فوق فضيعين؟ أشعر برنار أشعر برنار حلاقة لا يريد أن تقوم برنار أربع دربات ليس الحق المشحل يخاف أن يخرب شعره وفعله هذا عشر سعر تخيل المقص يقص علينا لماذا سيحدث معي هذا؟ من أجل أن نسمع أكثر لماذا تتوجه أنا لماذا هناك قصة يقص عليها؟ من أجل أن نسمع أكثر من أجل أن نسمع أكثر لماذا هذه العريشة في الصيف عندما بدأ جديا يشحلها بالآخر تصبح مزلطة أعرف كيف هيك واحدة طالع يقول أين ذهبت العريشة؟ أنا أفتكر أن جديا أطلب لك ما عملت بالعريشة؟ لماذا لك شحلها؟ لماذا لك تقضي عليها؟ لا لا أنت لا تفهم وتعرف أن كل سنة نرجع أن نرى نجدها بعض تطعطي أكثر وتوري أكثر وتكبر أكثر لأنه كان هناك حدن بأسقصها لكن الغصن الذي لا ينتج ثمر يقطعه وتعرف اكتشفت بأنه في علم النبات وأنا لم أكن أعرف هذه الأساس على فكرة أكتشفتها بأنه هناك معالجة لهذه الأخصان تطلع بأنه فيك الطاعم تعرفوا أنه مثلا لا أعرف إذا هناك شخص يفهم الزراعة لكن مؤخرا كنت أفهم أنه تعرفوا أنه قديما لم يكن هناك كل الأشجار الحمضيات الموجودة الآن اليوم إذا تظهر بسوق الليمون كلهم نحن نسميه ليمون لكن بالحقيقة يمكن أن يكون هناك عشر أنواع ليمون هناك الأفندة والكليمونتين والمندرين والليمون وأبو سرة وبالا سرة والشموطة والأحمر والمغربة والمغربة وماذا بعد؟ تعرف حتى البومالة والإمالة البومالة بومالة وإمالة كل هذين بالحقيقة أنتم تعرفون أنه نفس الشجرة ولكن مطاعمة تعرفون أنه نفس الشجرة كليمونتين كليمونتين نحن نحبه بلا بزر وطعمته غير هي بالحقيقة ماندرين مطاعمة ببومالة صار كليمونتين تعرف من اختراعها خوري كان عيش بالجزائر اسمه اسمه بير كليمان لا يسميه كليمانتين كيف نحن معكم؟ مربط تين هناك تين دائما وصار الكليمونتين بمعنى من المعاني تظهر فيه معالجة تظهر فيه تطعيم تظهر فيه شيء ممكن ترجع تضعه لكن شيء لك الرب من زيتونة برية وشيء لك من أشجار برية ووضعك بالزيتونة وطعمك من أجل أن تسمر قال إذا هاي دول قادرين أن يطعموا بشجرة مش شجرتهم كم بالحري أخصان أصلية تطعم من جديد حتى عندما يقطعك يقطعك لكي يعالجك سمعوني يقطعك يقطعك على جنب لا يعرف يتعالج يعالجك لأن وجودك بعض الأحيان تضر بكل التيني تضر بكل الزيتوني تضر بكل الكرمة لا يعالجك لا يعالجك يرجع يطعمك لا تسمعوني بعض الأحيان هناك أشخاص متعاملات خاصة يتعالجون ولكن يرجعوا يطعمهم هل أنت هنا؟ ورابعا يقول لك اليوم لا أفض منك الأمل لأن هذا أن تسمع لن أمترك حتى أطرحك في الخارج الذي تجف وبعدين تحرق بالنار وتفحن يقول لك بالحقيقة ما يقول لي عن الناس منشفة روحيا البيئة لعن الناس محترقة روحيا هل تعرف ماذا؟ هؤلاء الأشخاص لا تسابتين بالكرمة وعالجوا لهم ربما لكن لا يريد أن يراجعوا يثبتوا في الكرمة أنا وراب اليوم أعالج الله قصبة مقصوفة لا يكسر فتيلة مدخنة لا يطفئ يقول له لحدك يريد أن يأكل من سمرك يقول له يقول له رب يريد أن يأكل من سمرك دعنا وفع بعضي نهار الجمعة القادمة سوف نتوسع أكثر عن ما معناته نسمر ما معناته نسمر ما معناته؟ نتقبل معه نكون عايشين معه نحبه نستقبل منه أحلام وراء أرفع إذاك يقول له سيدي اجعل حياتي يا رب حياة فيها إسمار وليس فيها رياء نعم التيني تتحدث عن الرياء تتحدث عن حياة إنسان يبين من الخارج لكن من الداخل هو ممتلئ بالموت من الخارج يبدو مزدهراً أو راق كل شيء تمام أخضر لكن لا يوجد فيه سمر قال أسمروا سمر البر أسمروا سمر يليق بالتوبة أسمروا سمر حتى يقول أن السلام هو سمرت ما يزرعه صانعو السلام قال البر هو سمرت ما يزرعه صانعو السلام وبتعرف أنا وإياك نسمر بر هناك شيء يخرج منه تتعرف أن تعمل سلام ليس تعمل مشاكل يخرج منك بر يخرج منك بر يخرج منك بر يخرج منه شخص يعمل سلام ليس فقط يحافظ على السلام هناك ناس في بيوتهم يقول أن يحافظ على السلام في البيت لكن في هذه الأوقات السلام مفقود لا يحتاج أن تصنعه لأنه ليس موجود السلام عليك أن تعمله بدأك تدفع حقه ومن يعمله هو الإنسان الذي يسمع البر الإنسان البار أعرفني الإنسان المشكلجي الإنسان العنيد الإنسان متكبر الإنسان متعجرف الإنسان الغير قابل للتواضع والإنكسار لا يستطيع أن يصنع سلام يصنع عناد يصنع خصام يصنع أنشقاق لكن الذي يصنع سلام هو السلام هو سمرة ما يزرعه بر الأبرار الأشخاص العيشين ببر سيدي اجعل سمارنا تبدو يا رب واضحة الناس تطلع علينا مصمرين جداً تعرف هناك أحداً نعطى مثلاً بعتاد هو بيت شعر يمكن أن توني يساعدني فيه ولكن هو بمعنى لا أعرف من أنا فيق للبيت بالضبط ولكن بمعنى يقول أن الشجرة الفاضية هي الشجرة التي رأسها بالسماء لكن كل شجرة من حنية وأخصانها ستدق بالأرض هي الملانة السمر هذه المتواضعة أخصانها ملانة بالسماء تجدها متواضعة حاملة هي أشياء كثيرة لكن الشجرة التي رأسها ستدق بالسماء هي شجرة فاضية لا يوجد شيء فاضية يقول يا رب لا أريد أن أكون هكذا أريد أنك تأتي وتقرب لحياتي وتقطف مني وتأكل يا رب تقطف من حياتي فرح تقطف من حياتي سلام تقطف من حياتي أنا لا أتحدث بالضرورة عن الإسمار يعني عن الكيرازة هي جزء لكن ليس هي فقط هناك أتحدث عن الإسمار أن أذهب إلى بشر وأخدام وأأخذ مؤمنين وإلى آخر هؤلاء 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 أنك تبدأ حتى لو تقولي فقط أخرت 24 يوم فقط منيح أحسن أنك تصل إلى آخر السنة كل يوم أو تقول بكرة لكن تبدأ اليوم أحب أن أقرأ على آيباد أو التليفون لكن عندما أريد أن أدرس الكتاب أحب أن تفلفش أحب أن تأخذ الكتاب أقول أنك أنا في شجعك يمكن أن يكون منظر حلو أن تأتي إلى الكنيسة ترجع وحامل الكتاب كيف يمكن أن تجعل أن أقرأ بورق؟ هناك حمل أن نتجعل بيطة ما لا أحتمل الآيباد وليس لدي مشكلة أنا أقرأ الصبح بقرأ على الآيباد أو بقرأ على التليفون عندما تكون في الطيارة لكن عندما أقعد أدرس عندما أريد أن يتحدث أن أقرأ رب يتحدث أن أقرأ بورق لأن أذهب لأنني أتبع وأتبع وأتبع فشجعك وعجب كتابك معك نهار الأحد والجمعة يريد أن يقعد أن يرى ونظر ونظر ونظر. يريد أن الناس يرى أن يحامل كتابك. ليس تحت تلك، فقط يروني. ولكن ليس هذه حلوة لك يا رب؟ أني أنا بنتمي لك. كل واحد يكرفع ذلك. سيدي، في بداية هذه السنة أريد يا رب أن أمتلع برؤى وأحلام منك. أمتلع يا رب بإسمار حقيقي. أعيش حياة الكرازة بإسم الفادي الحبيب يسوع. يريد أن يكون هذه السنة مختلفة. عن كل السنين الماضية. هذا مجدك يا رب بكل شيء أقوله. أين أذهب وما كانت وأين أكنت؟ أضع بسلمك يا رب عائلتي اليوم. بسلمك عائلتي، بسلمك حياتي. يسوع أنت استلم بيتي، استلم مرتتي، بنتي. كل واحد يقول له بسلمك عائلتي، بسلمك شغلي، بسلمك خدمتي. يقول لك يا رب أنت تحكي معي، انظر إن كان فيه طريق سوء، اقطعه. شحلني يا رب في بداية هذه السنة، أريد أن يوصل إلى موسم السيف، وتجد أنه لا يوجد وراء، لكن ملين، 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 سمر. ملين، سمر سيدي، ملين، سمر، ملين، مبارك والقاتي بإسم الرب. خذي بشخص لي سألتك صلي من أجله بسرعة، شكر الرب عليه. يا رب شكراً على خيي، على أختي، هللوية يا رب، حط إيدك على كل بيت بصلي، على كل عائلة. تعانوا أنت يا رب الموس، كل شاب وصبيه وأخ وأخت وعائلة موجودة في هذا المكان، تقدس فينا يا رب، معمول حياة في كل واحد فينا سيدي من مجدك في كل يوم من أيام حياتنا مبارك والقاتي باسم الرب كل شعب الله يقول نعم 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 نعمة ربنا يسوع محبة لالقاء بشركة روح قدس تكون معي ومعك لأن يعود الرب بسحاب المجد رب بركم كون معكم